اشتركوا في القناة الكرم شهادة ونور بتنور كل اليوم بتزيع بشرة وصرور وبتطرد كل هموم وما دام احنا الاخصار سكتين في القرم يسوع بشهادة لكل الناس في نور للهموم وما دام احنا الاخصار للعب عزيباوية نتشارك المسئولية نخلي رسالك الكرم وصل كل البشرية احباء المشاهدين في كل مكان في العالم بحييكم ورحب بيكم في حلقة جديدة من الكرمة مباشر من استوديوهات قناة الكرمة وبصلي ان الرب يدينا النهاردة حلقة رائعة جدا في اسم الرب يسوع متأكدين ووسقين وبنصلي الاجل كده ان احنا فعلا نتلامس مع حضور الله ونتلامس مع الصلوات الكتيرة اللي هترفع لأجلكم في هذا المساء ووسقى جدا ان الرب هيباركنا النهاردة بصفة خاصة جدا 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 في اسم الرب يسوع معنا النهاردة في الاستوديو شخص عزيز على قلبي جدا جدا وبشكر الرب اللي شرفني ان اكون بخدم معاه في يوم من الايام من فترة في مصر والرب الحقيقة بيستخدمه بقوة غير عادية في بلدنا المصرية وفي بلاد كتيرة في العالم معايا الاسيس يوسف اريان زاخر من بلدنا المصرية المباركة ووسقى ان الرب هيدينا معا حلقة رائعة اسيس يوسف اهلا بيك اهلا بيك اخسر انا سعيدة جدا ان انت معايا في الحلقة انا سعيدة اوي 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 بوجود معاك والحقيقة رب يبارك لما بشوفك مجد الله الذي شفناه ولمست تقدينا في مصر يعني بقوة حقيقة عمل الله كان عظيم في حياتنا جدا في مصر شكرا جدا جدا ربي باركك الحقيقة انا لا انسى المؤتمرات الرائعة اللي كنا بنخدم فيها واللي كان بيقودنا فيها الاسيس يوسف عايز اقول يعني يمكن من اكتر من 25 سنة اه اكتر من 25 سنة كده تقريبا بجد يعني انا اقول الصدق في المسيح كنا فعلا بنمسك السماء بادينا كنا بنتغير في كل مؤتمر وكنا بناخد نقلات روحية رائعة ولسه كنا بنتكلم قبل الحلقة وبقول انا حضرت مؤتمرات كتير بس اكتر مؤتمرات يعني فعلا حسيت فيها بنقلات روحية اللي كنا بنخدم فيها مع الاسيس يوسف فاريان في مصر اهلا وسهلا بيك اهلا بيك ربي باركك عظيم ان انا اكون معاك الرب يبركك ويستخدمك ومن قوة القوة ومن مجد المجد في اسمه امين امين احباء المشاهدين النهاردة الحلقة بعنوان قوة كلمة الله او كلمة الله وقوتها كلنا عارفين قد ايه كلمة الله حية كلمة الله فعالة كلمة الله امضى من كل السيف زي حدين كلمة الله منذ بطء الخليقة كان يقول كلمة وحدة وكانت تخلق في الحال امور عجيبة جدا لما يقول ليكن نور فكان نور فلما الله يقول كلمة بتكون هذه الكلمة لكن قبل ما نتكلم عن كل هذه الامور العظيمة عن كلمة الله وقوتها طلب مني حد الاسيس ان اقرأ معاكم عددين من كلمة الله العدد الاول في سفر الجامعة اصحاح تمانية وعدد اربعة افتح كتابك المؤدس وافتحيه معنا جمعة تمانية اربعة بيقول حيث تكون كلمة الملك فهناك سلطان ومن يقول له ماذا تفعل حيث تكون كلمة الملك فهناك سلطان الآية التانية اللي هي في رسالة روميا وفي الاصحاح الاول عدد 16 روميا 1-16 بتقول لاني لست استحي بانجيل المسيح لانه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهودي اولا ثم لليوناني قوة كلمة الله الحقيقة اروح حاجة بخليانا قادرين نواصل المسيرة في البرية واروح شيء بنستند عليه هو قوة كلمة الله لكن قبل ما نتكلم برضو عنها هيصل لنا الاسيس يوسف وبعد كده هنشوف روح القدس عايز يقول لنا ايه اتفضل لحد الاسيس يا رب نشكرك جدا لاجل يسوع الكلمة يسوع يا رب الذي صار لنا حكمة من الله وبر وقداسة وفداء شكرا 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 لاجل كل ما صدعه معنا من مجد يا رب شكرا لاجل الفرصة اللي تتهنى الآن يا رب في الكرمة يا رب امام يا رب يمكن العالم ارجو انك تصل بالكلمة الى قلوب الكسرين وتصنع امور عظيمة جدا يا رب يا رب انت تخلص بالكلمة وانت تشفي بالكلمة وانت تعطي حياة بالكلمة وانت تبني الكنيسة بالكلمة يا سيدنا الرب لتكن كلمة منسوحة مؤيدة من الرب قوية فعالة تخترق يا رب القلوب وتميز افكار القلب ونياته نحن ننتظرك ايها الرب يسوع من خلال عمل الروح القدس لتكن كلمة معلنة مفصلة على كل واحد لتصنع امور عظيمة وعجيبة في الاكساد وفي الارواح وفي النفوس يا سيدنا الرب كلمة الحياة باسم المسيح امين امين مبارك اسم الرب قوة الله العظيمة من خلال الكلمة مش انت بتحس بقوة لما تقرأ كلمة الله اي انسان اي انسان عارف يا اسيس يوسف نعم افتكرت اختبار يعني جيه قدامي حد كان بيكلمنا وبيقول لي يا اخت سلوة انا كنت حد كلفني هو شخص غير مسيحي علشان اطلع اخطاء الكتاب المقدس فقلت انا هعمل كده وانا هقوم باستياد الاخطاء علشان اعلنكم بيها قال لي انا رحت اصطاد الاخطاء الكتاب المقدس ويكلم اصطادتني نجد وغيرت حياتي انا عايز اقول لكل واحد عايز رجاء عايز حياة عايز بركة عايز قوة عايز نقلة عايز اي حاجة في حياتك عايز يبقى عندك امل فيما بعد الموت هي كلمة الله قوة الله وكلمتها قوة الله كيف تظهر قوة كلمة الله يا اسيس كلمة الله كلمة قوية وكلمة لها سلطان الكتاب بيقول حيث كلمة الملك هناك هناك سلطان في بداية الخليقة الكتاب بيقول كانت الارض خاربة وخالية وروح الرب يرف على وجه المياه الرب ليكل المجد يقول الكتاب قال قال فهنا بنارى اللهوت الله الاب والله الابن قال والروح القدس كان بيحتضن المياه قال فليكن نور في الحال فكان نور مبارك اسم عشان كده الكتاب بيقول في رسالة العبرانين 11 قال بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله بكلمة الله الكتاب يعلمنا أن الكلمة هي الابن المبارك في رسالة الجيل يحن والصح الأول والكتاب في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله في عدد عشر بيقول والكلمة صار جسدا مبارك اسم وحل بيننا ورأينا مجده مجدا مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحق فيسوع يقول الكتاب الله خلق به العالمين العالمين يعني مش العالم بس لكن خلق الكواكب خلق المجرات اللي في الأجواء الكتاب يقول السماء تحدث بمجد الله والفلك يخبر يخبر بعمل يديه بعمل يديه فرسالة العبرانين كمان في الإصحاح الأول بيقول الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء قديما بأنواع بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام في ابنيه في ابنيه حقيقة هو كلمنا في الأنبياء وكلمنا في الرسل لكن كتاب يقول أن الله تكلم في أناس الله القديسين القديسين مسوقون بالروح القدس لكن في الأيام الأخيرة كلمنا في ابنه الكلمة التي تحطم الصخر الكلمة التي تعطي حياة حديقة رب يسوع قال الكلمات دي كلامي روح وحياة كلامي روح بمعنى نفس الله الكلمة هي نفس الله والكلمة هي نطق الله في يسوع المسيح لكل المجد فالحقيقة الكلمة قوية ولها سلطان على الموت في يوم الأيام شفنا العذر مات وبعد أربعة أيام بعد أن أنت وراح سوع لهذه القرية وقبلته مرسى فقالت لو أنت هنا ما كانش مات أخويا قال لها أخوكي حيقوم لأن أنا هو قوة الكلمة القيامة أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات ولو مات فسيحيى حقيقة قالت أنا أؤمن بك يسوع لك أنت الله المسيح ابن الله الحي فراحت قالت لمريم يسوع حضر فجاء فجاءت مريم وهي تبكي بك يسوع خدته عند الأب وقال لهم رفع الحجر خيالي واحد أنتن يعني جسته بقت نتنة بعد أربعات وقال لهم وممكن أكل الكبد أكل العين أكل اللحم وأصبح جسة يعني نتنة فعلت له ده أنتن بصيرها الرب وقال لها ألم أقل لك يا مرسى إن آمنت ترينا مجد الله رب شاور كده على القبر وقال لعازر الكلمة قال له لعازر هلم هلم خارجا خالي أنا رحت لقبر ده سنة 94 في إسرائيل نزلت 27 سلمة بخط منكسر وقالوا لي أن العازر كان هنا تحت هو قام وهو مربوط وهو مربط بالمنادير كفا كفا بتاعه 27 تحت الارض كده إزاي قام وهم ربط يعني لو أنا قلت الواحد حي وربطته ومقدرش يقوم وطلع السلم ده كله واتخيالي بقى مربوط وطلع السلم وخرج القبر هذه كلمة الله لها سلطان سلطان على الموت على الموت رب صالح جدا مرة خادم قال لما خلقنا خلقنا بنفسه الله لما خلق آدم نفخ فيه نسمة حياة فصار آدم نفسا حياة شواط الطين دول اللي عجانهم نفخ فيهم قال لما خلق خلق الإنسان خلقه بنفسه ولم أما فدان فدان بنفسه هو خلقني من خلال أنفاسه زي ما قال أسيس إن هذا الكتاب هو كلمة الله هو أنفاس الله كل اللي عايز ربنا يوصل هنا كنت بفتكر في موسى لما الله دال لوحي الشريعة الكلام الذي كتب بأصبع الله وشفنا في الوصايا العشر ومازالت الوصايا العشر قدام عينينا منشوف كيف طلب الله من موسى أن يعطي لوحي الشريعة أو لوحي الشهادة للشعب علشان يعيش بموجبها لشان كده بقول الكتاب المؤدس ده فيه رجاء لمن ليس له رجاء فيه شفاء لمن يحتاج إلى شفاء فيه خلاص لمن يحتاج إلى خلاص على فكرة بالمناسبة إحنا كمان هنفتح خطوط التليفونات لأن الأسيس يوسف رجل صلاة من الدرجة الأولى بشكر رب الأجله والأجل صلاته والأجل عمل الله فيه لو كان فيه أي طلبة صلاة لو كنت عندك مشكلة أولادك معهم مشكلة فيه أي حاجة تحبه أنه يصلي معاكم أهلا بيكم بنرحب بيكم وهنفتح خطوط التليفونات على طول وإحنا بنتكلم فلأنا عايز أقوله أن الله خلقني بنفسه والله لما أتى وأرسل ابنه لفدائي فداني بنفسه فهو إله الأمانة الرائع اللي أحبنا وبيبين المكتوب ده وبتبين كلمة الله كيف أحبنا وكيف أحبنا إلى المنتهى قوة كلمة الله ليها سلطان عام يا أسيس يوسف نعم وليها سلطان خاص نعم نعم فتفتكر إيه السلطان العام اللي تحتوي كلمة الله طبعا الخليقة زي ما حضرتك ذكرت نعم في الدرجة الأولى أنه خلق كل شيء وكل شيء به كان نعم وبغيره لم يكن شيء مما كان نعم لكن إيه سلطانه تاني على الطبيعة في يوم من الأيام رب لي كل المجدة ألزم تلاميذه يدخله للعبر آه يعدون نحية وهو كان في السفينة نائم يقول الكتاب كان في مؤخرة السفينة في مؤخرة السفينة نائم وحدث نوع عظيم ريح جدا جدا وأكتر ناس بيعرف البحر صيادين يعني حاولوا يمسكوا الإلع ما فيش فايدة حاولوا يلفوا يلفوا الدفع عشان السفينة تمشي بطريقة مستقيمة ما فيش فايدة الأمواج أخذ السفينة تعلو وتهبط وفقدوا الرجاء بسرعة راحوا يصحوا الرب وقالوا له أما يهمك أننا نهلك حياء الرب قام وغبخ عدم إيمامه قال لهم يا قليل الإيمان كيف لا إيمان لكم كيف لا إيمان لكم ألم تفهموا بالخمس خبزات والسمكتين لسه كان عامل معجزة معهم عظيمة جدا ومسك الرب خمس خبزات والسمكتين ورفع قلب إلى السماء وأشبع بهم خمسة ألاف غير النساء والأطفال غير السيدات والأطفال ورب رفع إيده كده بس وقال للبحر أسكت أبكم كلمة واحدة بس كلمة واحدة يقول الكتاب فصار هدوءا عظيما بص البعض كده وهم متعجبين من هو هذا حتى الطبيعة البحر والرياح والطبيعة تخضع تخضع له نعم هذا السلطان قوة قوة الله حقيقة السلطان ده اللي وقف مرة إلي إلي ورفع وشي لفوق كده لأن الشر قد كسر في الأرض أيام أخاب المكتوب عنه أنه عمل الشر في عيني الرب يعني مش بيعمله من وراء الرب لكن هو حب كده يعمل الشر في عيني الرب لغازة الرب عشان كده لي رفع قلبه وقال له أنا مش عاوز طل ولا مطر على هذه الأرض فالرب قفل السماء من خلال صلاة إلي السلطان سلطان سلطان غير عادي يعني قال له مش عاوز طل ولا مطر يعني ثلاث سنين وست وشهر رب قفل السماء طبعا لكن لما راح رب ليه كل المجد أخذ الشعب أخاب على جبل الكرمل وأنبياء البعل وأنبياء السواري والرب رفع إلي وجهه وقال له أنا عاوز نار لكي يعلم الشعب أنك أنت الله الحي الحقيقي جاءت نار وأكلت الشعب كله سجد أمام الله طبعا وكتاب يقول آية جميل أتولد أمه فيه واحد في اليوم ده الأمة دي أخذت حياة نتيجة البجد وقوة كلمة الله اللي اللي فتحت السماء وقاتت نار وأكلت الزبيح صح والحقيقة بعد كده إلي صلى وكان السحابة قدر كف وجاءت الأمطار حتى قال أخب انزل لألا يعوقك المطر كلمة الله كلمة الله طحي كتاب بيقول من الحجارة من الحجارة يصير أولاد إبراهيم كلمة الله تستطيع أن تغير القلب الحجري وطوعة الحياة رب ده صالح رب صالح جدا ما فيش شك أن قوة الله على الطبيعة غير عادية نعم وسلطان الحلو أن سلطان الله يعني متاح للمؤمنين يعني شيء رائع أن إلي كنبي من من أنبياء الله القديسين إزاي السلطان بتاع الله ممكن يديه لأولاده نعم أولاده المقدسين مش أي حد ممكن يتمتع بسلطان الله لكن يتمتع به المؤمن المؤمن المبارك المؤمن اللي في المقادس المؤمن اللي عنده ثقة فالله المؤمن المليان من روح الله الله أعطانا السلطان مش بس أن احنا ممكن نتكلم زي إلي بسلطان لكن هو إدانا السلطان كمان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضر النشئ بس الرب استخدم إلي أن يرد الشعب بحيث أن الشعب اللي زاغ وراء خاب وإزابل وكانوا بيعبدوا الآلهة بتاعتهم أنبياء البعل والسواري يعني خلوا الشعب يزوغ في لحظة بعد ما عمل المعجزة دي الرب مع إلي قالوا الرب هو الله الرب هو الله طب كان فين الكلام ده من زمان لأنه كان ليهم قائد شرير وقاطهم نحو الفساد لكن يقدر مؤمن واحد يرد كثيرين إلى الله بالطبع لأن الله بيعطي سره لخائفيه وعهده لتعليمهم عشان كده أوعى تفكر أن أنت ضعيف وما تقدرش تعمل ولا حاجة بالعكس يقدر الله يستخدمك واحد بألف اتنين بربوة يقدر الله يتمجد في حياتك مجد بلا حدود وتقدر فعلا تشوف عمل الله العظيم في كل خطواتك بس في شروط الله بيحطها أن احنا نكون في حيات وفي مستوى يعني من التقوى يعجب الرب مش يعجبنا احنا احنا بيعجبنا القليل يا أسيس احنا أدام يعني قرينا كده أصحح ولا مزمور ونمنا النهاردة حد في التليفون بحكي لها وبقول لها علاقتك بالرب قلت لي أنا نفسي تعبانة أنا مرة جدا أنا متدمرة مش عارفة ايه فبعد ما اتكلمنا قلتها تبحكيلي عن علاقتك بالرب يا كويس أنا بروح الكنيسة يعني عملية تانية مع علاقتي بالرب وعملية غير روح الكنيسة هو ده بس نحنا نروح الكنيسة هي دي علاقتنا بالله لا علاقتنا بالرب نحن نحبه لأنه هو أحب أنا أولا مش الفكرة إن إحنا نحب الله مش نكرهه يعني يعني حد أسأله أنت بتحب الرب طبعا هو في حد بيكره الله لا 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 أنا أحبه وأحب كلامه وأحب أسمع صوته وأحب أطبق كل كلمة على حياتي وأحب أعيش حسب المكتوب وأحب أعيش في المقادس وأقوله درب قلبي وأذني لسمع صوتك وأتبع المكتوب بالزبط عشان يقدر الله يستخدمني لكن ذهابي إلى الكنيسة فقط هي دي العلاقة اللي يقدر الله من خلالها يستخدمنا أعتقد ده شيء صعب جدا أسيس سلطان الله على الطبيعة واخد من التكوين للرؤية نعم سواء سواء من خلال الرب نفسه أو من خلال الله يعني في العادة القديم أو الرب يسوع في العادة الجديد أو من خلال القدسين اللي الرب يستخدمهم لكن في أيضا على المستوى الخاص نعم في قوة غير عادية نعم يعني يعني كلمة الله المعلنة بتعطي وتجعل الإنسان يرى مصيره الأبدي المصير الأبدي للإنسان لا نراه إلا في كلمة الله فكلمة الله تكشف للإنسان وتضع أمام عينيه المصير الأبدي له أي فالكتاب يعلمنا أن أجرة الخطية موت آه صح وهبة الله هي حياة حياة أبدية صح وفي رسالة تعقوب يقول إن ما هي حياتكم أي إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل والكتاب أيضا بيعلمنا في رسالة رميا لما أفتح معاك رسالة رميا واحد رسالة رميا واحد رسالة رميا واحد يقول الكتاب لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإسمهم وبيقول في عد 29 إن ناس مملؤين من كل اسم لما عدت الشرور دي لقيتها 25 شر من كل اسم وزنة وشر وطمع وخبص مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا نمامين مفتريين مبغضين لله سالبين متعظبين مدعين مبتدعين شرورا غير طاعين الولدين بلا فهن ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة الذين إذ عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت لا يفعلونها بل أيضا يصرون بالذين يعملون والكتاب يقول في عدد أربع من الصحة التاني أما تستهين بغنى لطفه وطول إمهاله وآناته عليك غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة لكنك بقساوتك وقلبك غير التائب تزخر تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دانوة الله العدل فالكتاب بيظهر للإنسان حياته الأبدية ويظهر أن يسوع جاء لكي يعطي حياة للإنسان يسوع لكل المجد أحب يقول الكتاب يسوع الذي نراه مكللا بالمجد والكرامة لأجل ألم الموت زاق بنعمة الله الموت لأجله كل واحد لأجله كل واحد يسوع حبك حتى الموت عشان يديك حياة كلمة الله بتعلن أن يسوع الدبح لكي تأخذ أنت حياة أبدية كان المسيح كان الله في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسبا لهم خطاياهم عشان كده الكتاب بيورينا الحياة الأبدية لما نشوف الحياة الأبدية ونهايتنا ينبغي أن نتوب عشان كده الكتاب قال في أعمال سبعتاشر تلاتين بيقول الله الآن الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا نعم متغاضيا عن أزمنة الجهل رب لكل المجد الآن يعني دلوقتي الساعة ستة ونص بتوقيت كاليفورنيا الآن ربنا بيأمر ولما الله يأمر ينبغي أن يطاع الله بيحط قدامك الحياة الأبدية الموت والحياة اللعنة والبركة رب بيقولك اختار اختار الحياة اختار الحياة فتحيا ليس حب أعظم من هذا أن يضع يسوع نفسه لأجلك أنت محبوب جدا عند الرب والرب لي كل مجد اختارك أنت وعاوزك أنت أنت ليك مكانة عظيمة في قلب الله الآب والله أعلن الكلمة وجاء مخصوص جاء في ملء الزمان مولودا من امرأة تحت النموس ليفتدي نفسك وليفتدي نفسي يفتدي الذين هم تحت النموس أيضا لننال التبني لننال التبني كلمة الله تكشف لنا الحياة الأبدية عزائي مش تكشف لنا حياة الأبدية بس لكن أيضا تهبنا الخلاص تهبنا الكتاب يقول لا أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله قوة الله للخلاص الحقيقة الكلمة مكتوبة عنها في عبرين أربعة إتنشر أنها حية وفعالة وهي أمضى من كل سيف زي حدين وخارقة الإنسان يتكون من روح ونفس وجسد الكلمة بتخترق الروح والنفس وبعدين المفاصل والمخاخ بتخش على الجسد وتبيز أفكار القلب ونياته المهدرش يوصل له أعظم أخصائي في أمريكا للقلب أو للمعدة أو الاستخصار مرض معين الكلمة توصل لأعماق الإنسان فتميز أفكار القلب ونيات وتضع أمامك الأبدية عشان كده خد قراري النهاردة الله بيحبك الله عاوز يفتقط حياتك الكتاب يقول شاء فولدنا يعقوب 18 شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة من خلق الكلمة تعطي الحياة أنا في يوم بالأيام كنت بدخن أكتر من 40 سجارة وكانت السجارة رفقتي رفقت إيديا وكانت حياتي كلها شر كنت صحيح بصلي في كنيسة لكن أطلع من الكنيسة ألعب أمار مع ولد أختي كنت أقعد على أهوة أشرب مخدرات لغاية ساعة 6 الصبح وفي يوم الأيام واحد صاحبي عزيز علي يعني وإحنا في العالم إداني حتة المخدرات وقال الحتة دي بقى هت يعني ديك سعادة ساعتين هتبقى في السماء ساعتين أخدت الحتة وأنا وأنا عاوز أروح السماء عاوز أمبسط يعني عاوز أختفل حياة جديدة أخدت بعد ساعة واحدة وصلت إلى جهنم أنا شفت جهنم بعيني بكل سط وأنا مش قادر أتحرك ولا حرك إيدي ولا حتى أرمش بعيني وخلاص أنا بموت بينه وبين الموت خطوة لكن سمعت دير فرصة لك خطوة جهنم بس لو أنت طبت وسلمت قلبك ليا أنا هتديك حياة الحقيقة ما كنتش قادر أتكلم بوقي لكن من قلبي صرخت قلت له رب أنا أكتر من نار جهنم دي لكن لو ديتني فرصة أنا هعيش أخدمك كل أيام حياتي وبارك اسم الرب سمعت صوت الرب وهو بيقول الآية الجميلة دي اللي مش ممكن أنساها وليكن بسمحها دلوقتي مغفورة لك خطيات كلمة الله مغفور الكلمة دي قدتنا حياة الكلمة دي نقلتني من الموت للحياة ونقلتني من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته وأنا بقالي أكتر من 42 سنة وأنا في الإيمان وأنا بعيش للرب والأيام اللي جاية هتكون هتكون للرب نعم شاء فولدنا بكلمة الحق الله لما يرسل الكلمة الكلمة تعطي حياة الله عاوز تديك حياة لما تقبل الكلمة الكلمة تغير قلبك وتغير حياتك وتاخد حياة وتقول مع بوليس أنا عالم وموقن بمن أمنت وأنها قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك إلى ذلك اليوم أستأذنك في مكلمة أنا الأخت كاترينا من لندن أهلا بيك أخت كاترينا تفضلي حديتك على هوا كل سنو أنت طيبين إن شاء الله أنت طيبة حبيبتي أهلا بيك تفضلي أنا طلب الصلاة لأبني اسمه ريتشارد ابنك اسمه إيه ريتشارد ريتشارد أيها أوكي هو عنده مشكلة بسلعيم وعنده حبة وما بقدر تنفس بالله يعني وأنا كتير خايف عليه مشكلة في عينه وفي النفس نعم مشكلة في عينه وفي التنفس في زلعيمه في زوره آه في زوره آه 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 عنده حبة وما فيش يتنفس وماره وصعب العملية إله آه 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 وعنده مش لي بيكبدو كمان يعني حتى ممنوع يشرب بسيكولا عنده بشكل كبير يتكبدو أنا طلب صلاة ومو بأمن يعني إنه المسيح بيش فيه بدي بدي سنه قد إيه يا حبيبتي 29 سنة يا يسو حاضر وأنا ما عندي غيره وعندي بنت كماني ملحة كثير صحة كويسي بدي تسلي لإله اسمها صوفيا ملحة صوفيا يعني صحة كمان على قد ووضة جايد آه وصحة أنا يعني آمين بسهو أكثر منها آمين حنصلي لهم هما اللي اتنين بس أهم حاجة إنه هما يختبروا المسيح ويختبروا خلاص المسيح حاضرتك اختبرتي هو هو يعني هو بس صروفنا يعني سبحان الله لأن أنا كله أتعياني وهو كان عيان كل الوقت عنده عملية بكتفه وعنده كذا معليق عملية بس هاي دي المشكلة أكتر هي بزلعيمه وبيكبده آه بزوره عمل دلنا أكتر شي بالبيت بس مثل ما أنت قلته قبل شوي إنه إذا الواحد رأى على الكنيسة وقلبه مش مع المسيح ما بينفع لازم واحد يكون قلبه مع المسيح كان بالبيت ولا بالكنيسة ولا وما كان ونحن هيك فعلا حضرتك تعبت مع ربنا بس بنتي لا بنتي مغيرة دينا من زمان أنا عم صليلة دايما وهلأ تغيرت هي كتير على الأول طب الأسيس بيسألك أخت كاترينا الأسيس بيسألك سؤال حضرتك قبلت قبلت المسيح نعم حضرتك تقبلت مع المسيح أنا دمي دمي موجود بجسم المسيح فيه أمين نشكر لكن فاكرة اليوم أنا 24 ساعة ما بيروح كلمة المسيح عن المسانة 24 على 24 ممكن أصلي معكي ممكن أصلي معكي هيصلي مع حضرتك أخت كاترينا حبيبتي الأسيس هيصلي مع حضرتك وبعد كده هيصلي علشان الأولاد ريتشل وصوفيا ماشي ممكن تقول ورايا أخت كاترين يا رب يسوع تقلي صوت لأن الصوت كتير يعني بعيف مش عبسمع كويس يا رب قول يا رب يسوع يا رب يا يسوع استلم حياتي استلم حياتي سامحني على الماضي وسمحني على الماضي واقبلني يا رب واقبلني يا رب أنا بأبلك مخلص شخصي يا رب أنا بأبلك مخلص شخصي آمين يا رب احنا بشكرك لأجل هذه المرأة الفضلة يا رب انت تستطيع ان تصنع معها معروفة وتعطيها حياة أبدية وتذكر أولادها يا رب بلمسة خاصة شفية نؤمن يا رب انك توصل الآن انت لا يحدك حدود يا رب انت تصل إلى قلوبهم يا سيدنا رب فتشفي أمراضهما وتشفي قلوبهم باسم المسيح آمين 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 يا أخت كاترينا في اسم يسوع الرب هيلمس ابنك وحيتلامس مع زوره وحيخفه وحيبقى كويس في اسم الرب يسوع هنكمل صلاة وهنصلي لأجل صوفيا الرب يتمجد معاها بس انت شجعيهم يقروا كلمة الله كل يوم قولي لهم كلمة الله هتغيركم كلمة الله هتحرركم كلمة الله هتشجعكم وتستخدمكم تبقوا بركة في المحيط اللي انتوا فيه وفي اسم يسوع الرب هيتمجد معاك ومع الولاد مجد من غير حدود ربنا معاك يا حبتي أسيس يوسف كلمة الرب بتكشف أعماق الإنسان نعم يعني فيه ناس تبقى شايفة نفسها زي الأخت اللي كانت تكلمني نهاردة شايفة نفسها انها يعني انا كويسة ده مش بعمل خطايا مشينة يبقى انا خلاص مش محتاجة ولا حاجة تاني يعني بسيب كذا وبطرق كذا ومش باشرب كذا وفيه ناس شايفاني شايفاني كويس قوي لكن بيني وبين نفسي انا مش كويس ابدا ناس كتير كده انا بعرفهم كويس قوي بس طيب نستأذن استأذنك تاني اخذ مكلمة الأخ ماهر من كاليفورنيا اهلا بيك اخ ماهر اتفضل حضرتك على هو اهلا بيك اهلا بيك اخ ماهر انت فكرني اه فكرني انا ماهر بصورو شنود اه اخ ماهر اهلا بيك ازاك اخ ماهر اخبارك اخبارك انت ايه بصوت لا اسمع صوتك صدق نواله كله كويسين رب تمام كويس جدا عشان خاطر اللي بعد ياخد الوقت فانا عاوز تصليلي محتاج تصليلي جامد اول وبعدين انا هجيبك وتصفد يعني بيك عشان امين امين انا هصلك دلوقتي اخ ماهر طب امين شكرا رب بشكرك جدا لك لرجل امين مخلص يا رب كان امينا ومخلصا طوال ايام حياته الان لمسة الله وقوة الله على الاخوية ماهر يا رب يا رب لمسة شفاء يا رب باسم الرب يسوع المسيح لمسة حرية يا سيدنا الرب هذا الرجل يا رب امين ومخلص وكان يخضع عليك خضوع كامل يا رب يا رب ارجو انك ترسل روحك فتخلق وتجدد كل جزء ضعيف يا رب كل جزء يا رب محتاج الى قوة في جسده وفي روحه لمسة شفاء يا رب مكتوب تعطي المعي قدرة ولعديم القوة تكسر شدة باسم المسيح امين امين مبارك اسم الرب من اخ ماهر ربنا معك حبيب رب يلمسك يا اخ ماهر ويكملك بالشفاء ويحسن اليك في اسم الرب يسوع السيس يوسف النهاردة جاتني كذا طلبة صلاة لاجل الشباب على مخدرات ففي منهم اللي دخل الرهاب وفي منهم اللي رافض يدخل وفي منهم اللي بيأذي اهله لانه في اللوعي في يعني وفي منهم اللي بيسرق من اهله علشان يشتري المخدرات فالحقيقة في كذا طلبة صلاة لاجل الشباب ضايع بسبب المخدرات امين احنا عايزين نصلي صلاة خاصة لاجل الشباب اللي فعلا المخدرات مضيعاهم واللي الاهل معصورين وبينزفوا نعم وبيبكوا باستمرار ان الرب يفتقدهم ويخلصهم امين وممكن حضرتك تصلي لاجل الشباب امين يا رب نشكرك جدا لاجل امانتك معانا يا رب انت يا رب جئت لك تطلب وتخلص نعم ما قد هلك امين يا رب الشباب دول ماشيين في طريق الهلاك يا رب يا رب اسم الرب يسوع المسيح افتحنيهم يا رب وافتح يا رب امامهم الحياة الابدية يا رب انت تحول قلوبهم يا رب لانك تحول قلوب الملوك كجدوى المياه انت تستطيع ان تفتح القلب يا رب وتتعامل معهم كما تعاملت مع الابن الضال ورجع الى نفسه يا رب النفوذي ترجع انت ترد نفسهم يا رب ترد نفسهم يا رب باسم المسيح يسوع اؤمن يا رب انك تحررهم بالكلمة يا رب تحررهم بالروح القدس يا رب روح القدس فيهم يبكت على بر وعلى خطية وعلى دينونة وتعطهم حياة الآن باسم الرب يسوع المسيح كل قيود عليهم تقع كل انيار عليهم تسقط باسم المسيح عليهم يا رب النهاردة قوة الكلمة قوة عمل الروح القدس يا رب فتشفى القلوب يا رب باسم المسيح مكتوب يا رب كسهان بيد جبار هكذا ابناء الشبيبة يا رب الشباب دول يا رب رجال يا رب تستطيع ان تستخدمهم لمجدك يا رب لمجدك افتقدهم ايها الرب سيدنا باسم المسيح اسأل وليك الكرامة وكل الحمد امين 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 من ضمن الحاجات فيه تلبة صلاة هقولها عليها بعد شوية بس من ضمن الحاجات ان الكتاب بيقول ان كلمة الله مترقة نعم وحطم الصخر نعم هل الانسان ده ممكن يبقى جوا حجر اه والحقيقة الانسان اصله قلبه جاحد وقلبه حجري لكن يعني يعني يسمع لكن ما يعملش والكتاب بيقول سمعين خدعين اه سمعين خدعين انفسكم ولا اوبا جدين بيقول حاجة تانية كمان في في الوقا بيقول الذي يسمع ولا يعمل يشبه بالرجل الجاهل جاهل صحي بنا بيته على الرمل فجاءت الرياح والانهار وصدمت هذا البيت وكان سقوطه عظيما عظيما لكن الحقيقة الكتاب يقول من يسمع كلامي ويعمل بها وشبهه برجل عقل بنا بيته على الصخر فجاءت الرياح والانهار وصدمت هذا البيت فلم يسقط انه كان مؤسس على الصخر على الصخر كلمة الله بتدوب الصخر بتدوب القلب الصخري المتحجر رب يقول كده في حسقيال اعطيهم قلبا جديدا قلبا جديدا الكلمة لما بتنزل على القلب لها قوة قولها سلطان زي ما حضرتك قلتي الكلمة تحطم الصخر تحطم الصخر سلطان الكلمة يبدد وينهي سطورة الخطية على حياة الانسان فالرب لي كل مجد قال ايا لمستني او عشتها في عبرانيين 2 14 بيقول كده استشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا كذلك فهمة لكي يبيد يعني يسحق يحطم يبيد بالموت زاك الذي له سلطان الموت ابليس كان لي سطوة على الانسان يعني كان لي سطوة علي كنتش قدر معودش مع استدامي دي كل يوم على القهوة ما داش ما شربش مخدرات كل يوم كان تحت كنت تحت سطوة الخطية وسلطان ابليس لكن الرب يقول الكتاب ابدا من الموت زاك الذي له سلطان الموت وأعطق حرر أطلق أولئك الذين كانوا جميعا خوفا من الموت تحت العبودية أنا كنت تحت العبودية أنا كنت تحت سلطان ابليس فالقلب حجري ده مليان بالشر ابليس حط زلط وحط حجارة لغتما القلب بقى حجري وصخري لكن بكلمة الله الآن الله يزيب الصخر ويحط من خطية ويعطي قلب لحمي جديد إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خريقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت ووزن كل قد صار جديد في حاجة أخت زلوة يعني أنا بسمع كلمة ربنا لكن مش بقبلها يعني ساعات بسمع من هنا وفوت من هنا فالقلب بيبقى حجري متحج يقول كده أما تستهين بغنال وطول إمهاله وطول أما تستهين وطول أناته وطول أناته غير عالم إن أنات الله يعني الله بيطول في الوقت مش عشان تعيز زي ما أنت بيدي فرصة الإنسان بيدي فرصة للإنسان إن يعيش ييجي للرب مجرد ما يسمع الإنسان ويقبل الكلمة يولد فيه الإيمان يعني الكلمة الكلمة لما أنا أسمحها وقبلها الإيمان يشتغل جوايا الإيمان يتفعل جوايا والإيمان يديني حياة يديني حياة يديني حياة الكتاب يقول إيه بيقول من صدق خبرنا خبرنا التصديق ده عاوز إيه عاوز ثقة عاوز قبول عشان كده الكتاب يقول في يحنى واحد اتنشر وكل اللذين قبلوه قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد أي المؤمنين أي المؤمنين بإسمه عشان كده لما الكلمة بتيجي في ودني وأنا أقبلها الإيمان بيتولد قدامي عشان كده كتابوا الإيمان بالخبر والخبر والخبر بكلمة الله أنا لما قبلت الكلمة ولما سمعت الكلمة وكنت أول مرة أطيع ربنا يعني في الوقت ده وأنا حسنا كنت متروح كنيسة يا أسيس كنت بروح كنيسة كنت شماس وكنت يعني لي خدمة في كنيسة كبيرة أوية لكن الحقيقة كانت حياة طبيعية الإنسان الطبيعي يعني الإنسان الطبيعي يعني إنسان طبيعي متدين لا يعرف ما لروح الله متدين يعني لأنه عنده جهالة لأنه عنده إيه لأنه الكتاب يقول إيه لا هذا الظهر أعمى أزهان أزهان غير المؤمنين لكي لا تضاء لهم إنارة إنجيل المسيح الذي هو في صورة الله عشان كده لما فتح الرب عيني وأطعته من القلب اتولت فيه الإيمان والإيمان الداني الداني حياة الداني حياة إن الكتاب يقول كل الذين قبلوا أعطاهم أعطاهم سلطان أن يصير أولاد لأي المؤمنين أي المؤمنين بإسم يعني مش أي حد يكون مش كل اللي بيروحوا كنيسة ناس مؤمنين لا طبع ده الخلاصة يعني لا المؤمن اللي اختبر الرب المؤمن اللي تقابل مقابلة شخصية مع الرب والكتاب بيقول يعني الكلمة في بقك وفي قلبك نعترفت بفمك وأمنت بقلبك خلصت خلصت خد حياة الرب اداك حياة حرارك يعني تحس إن كنت تغيرت تماما إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيق خدمضت هو زال كل قد صار قد صار جديد أمين طب أنا على قلبي حاجة دلوقتي يا حباب المشاهدين كل اللي شايفنا دلوقتي لو أنت لسه ما اختبرت شرب لو أنت بتروح الكنيسة لو أنت بتروح الكنيسة لو بتقرأ المكتوب ومش فاهم لو بتقرأ كلمة الله وحاسس إن الكلام اللي فيها كبير عليك ومش بتطبقه على حياتك تيجي التوب النهاردة تيجي النهاردة يوم 8 يناير يبقى يوم تاريخ في حياتك يعني لو أنا لقلت لكل حد بيسمعني دلوقتي لو عايز تبتدي تغير المصار بتاعك وتقول كان ضلا فوجد كان ميتا فعاش كان خاطي فخلص في اسمه رب يسوع تيجي النهاردة الأسيس هيصلي وإنت تشاركه الصلاة وتقوله أنا عايز 8 يناير يا رب يبقى يوم تاريخ في حياتي أنسى ما وراء وأمتد إلى قدام أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع تيجي تصلي النهاردة وتاخد حياة جديدة لو أنت مؤمن ضعيف لو أنت بتعرج بين الفرقتين لو النهاردة بتقرأ الكتاب وبعدين بتقعد شهرين ثلاثة ما تقراش أو تقرأ لما تتزنق أو تقرأ لما تكون عيان أو في ظرف بيضغطك وعايز تقول يا رب فتروح ماسك فاتح مزمور وتقول هات نقرأ الساكن في ستر العلي ده مش هيخلصك ده مش هيغيرك صدقني ده مش هيديك حياة جديدة ولا حياة أبدية لكن الرب يسوع جه ليه واحد كان معلم إسرائيل يعني شخص متدين جدا 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 وقال له ماذا أفعل لكي أرسل حياة الأبدية قال له أنت معلم إسرائيل ولا ستتعرف هذا فبصل له كده قال له طب يعني أنا معلم إسرائيل معلم دين رجل دين ومش ضامن حياته الأبدية قال له ينبغي نا ينبغي يعني مفروض ينبغي أن تولد من فوق ينبغي وأنا بحط مية خط تحت كلمة ينبغي وبقولها كل واحد بيسمعي أن النهاردة يلي حياتك بتعرق بين الفرقتين يلي أنت يوم مع ربنا وعشرة مع إبليس يلي النهاردة بتتفرج في السينما وبكرة بتروح الكنيسة الرب يسوع جاي على حياتك وبيقولك ينبغي نعم أن تولد من فوق عشان كده النهاردة الروح القدس فعلا حاطت على قلبي أسيس أن أي حد عايز الرب يبتدي معاه حياة جديدة ويبقى النهاردة يوم تاريخي ويتكتب اسمك في سفر الحياة وفعلا تقول بحق الأشياء العتيقة قد مضت وتبتدي تغير المصار بتاعك وتبقى في المسيح خليق جديد تعالى صلي معنا النهاردة ولو أنت ضعفت ولو أنت إنسان النهاردة أبيض وبكرة أزرق كحلي الحياة بتاعه رجلونك رمادي لست باردا ولا حارا ليتك كنت باردا ولا حارا زاك لأنك فاتر تعالى النهاردة يجدد عهدك مع الرب وتعالى خليه خلقك إنسان أخر وتعالى خليه خلقك إنسان روحي علشان يبارك حياتك أسيس من فضلك أرجوك إنك تصلي مع كل الناس شايفانا النهاردة وعايزة تكون في المسيح خليقة جديدة وتقول له من فضلك يا رب أنا عايزة دي ضهري للإثم وللخطية كلمتك والكتاب المؤدس فعلا بيوضح كم هناك أثام كثيرة في حياتي عمرها ما هتخلصني إلا إذا تبت وتعالى خلي دم يسوع المسيح ابنه يطهرك من كل خطية ويطهرك من كل خطية حضرتك هتصلي أسيس وأنا وثقة إن في ألاف هيصلوا النهاردة وحيصلوا من كل قلبهم وحيصلوا بانكسار وحيصلوا بتعهد إنهم يصيروا في المسيح خليقة جديدة صدقني صدقني أنا بقولك بأمانة عمرك ما هتندم بل بالعكس هيسكن فيك روح الله القدوس نفسه وستصير في المسيح خليقة جديدة وحتكون إنسان آخر ستتحول إلى شخص آخر ستتحولي إلى أخت أخرى وتحسي ببركة الرب في حياتك وسلام الله الذي يفوك العقل يملى قلبك وفكرك في المسيح يسوع تعال صلي معنا تعالي صلي معنا تعالي اقباله النهاردة تعالي غير مصارك تعالي سيب الضعف والفطور والخطية وصلي مع الأسيس في اللحظات اللي جاية من كل قلبك أمين يلا بينا نصلي أمين تفضل يا حسيني يا رب يسوعنا شكرك جدا لأجل أمانتك يا رب يا رب أنت صالح يا رب نعم أنت كنت تقول تصنع خيرا وتشفي كل مرض وضعف في الشعب شكرك يا رب شكرك لأنك أنت المخلص دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية أنت يا رب شايف كل واحد دلوقتي نوى يعشلك نوى يسلم حياته ليك نوى يرجع عن خطياه يا رب النهاردة يا رب بنصلي أنك تيجي عليهم بالبركة تيجي عليهم بالحياة يا رب مكتوب كلامي روح وحياة الكلمة يا سيدنا رب تعطي حياة لهذه الألاف تعطي حياة جديدة يا رب الكلمة تخلص من الخطية الكلمة تخلص من العالم الكلمة تخلص من الموت والشر باسم يسوع حرية وشفاء يا رب لكل واحد النهاردة نوى يعيش لحضرتك نوى يسلم حياته لحضرتك يا سيدنا الرب باسم المسيح يسوع يا رب لمسة الشفاء لمسة الحياة يا رب باسم يسوع أيها الرب سيدنا قل لهم كلمة يا رب قل كلمة مغفورة لك خطياتك باسم يسوع يا سيدنا الرب نؤمن يا رب نؤمن في ناس أمنا ناس يا رب جايين النهاردة من القلب ناس نوين يعيشوا للرب من القلب نوين يهربوا من العالم الشرير ويجوا الأحضان الملك باسم المسيح نؤمن يا رب أن يدك عليهم بالبركة يدك عليهم بالشفاء يدك عليهم بالحياة الأبدية باسم المسيح باسم المسيح أمين يا رب أمين أمين مبارك اسم الرب هاللويا هاللويا أنا متأكدة مليون في المية لو أنت صليت بقلبك لو خدت عهد قدام الرب اتأكد مليون في المية أن الرب قد نقل عنك خطياتك نعم أن الرب كتب اسمك في سفر الحياة أن أنت صرت في المسيح خليقة جديدة بس عايزة أقول كلمة مهمة جدا 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 الطفل لما يتولد ينسيبه ولا محتاج يأكل ويشرب ويتغزة عشان يكبر لو مغزناهوش وأكلناه هيعيش ولا هيموت طبعا هيموت فعلشان تحيا في المسيح علشان تنمو في النعمة والحكمة والقامة عند الله والناس لازم كل يوم تدي نفسك نص ساعة دايما بقول كده على التليفونات رب عطيني في اليوم 24 ساعة أنا بقدم له نص ساعة من الـ 24 ساعة بس هو بيقولي سلوى عندك 24 ساعة أنا بياخد نص ساعة على الأقل أقرأ فيها كلمة الله وأشوفه بيقولي إيه وأتبع كلمة الله فعلا وباستمرار أصلي الكلام إن للرب بيكلمهوني في الكلمة الحية الفعالة اللي قال لنا عنها الأسيس إنها أمضى من كل سيف دي حدين واللي دخل في مفرق الحياة والمخاخ ودخل مميزة أفكار قلبي ونياته وأقول له كل كلمة حلوة حطي إيدي وأقول له أنا عايزة دي أنا عايزة تبركني هنا أنا عايزة تكمل عملك فيه يا رب أنا بأجذب كتير من فضلك ارحمني من الكذب وما تخلنيش أجذب تاني يا رب أنا بحلف كتير امسك لساني عن الحلفان يا رب أنا بتكلم عن ناس يا رب أنا بأمسك سيرة الناس يا رب أنا بأعمل حاجات فعلا لا تليق بإنسان دعية اسم الله عليه أنت دلوقتي بتمثل إلهك بتمثل المسيح العظيم الحي المقام من بين الأموات دعية اسمه عليك خلاص بقيت أنت مسيحي حقيقي لازم تنمو لازم تاكل وتشرب لازم تحضر اجتماعات روحية تتبارك فيها لازم يبقى لك أصدقاء مؤمنين تكبر معاهم وتصلي معاهم وتشبع معاهم ويبقى لك شركة معاهم ده اسمه النمو في النعمة النمو في معرفة ربنا يسوع المسيح ده كله هيخليك تتغزة وتكبر في الإيمان وتبقى إنسان مبارك والرب يقدر يستخدمك أسيس جات لنا طلبتين صالة دلوقتي هنصلي لأجلهم أول طلبة بنت الرب أختها في العناية المركزة عندها كانسر وواضح مش عارفة هي في غيبوبة لكن هي في رعاية المركزة وأخوها عنده فشل كلوي وعنده فيروسي عايزين نصلي للأخ اللي عنده فشل كلوي وفيروسي ونصلي الأخت اللي في الرعاية المركزة وبعد كده حقول لك على الطلبتين التانين يا رب نشكرك جدا يا رب لاجلة أنك الطبيب الشاف يا رب مكتوب أرسل كلمته فشفاه ونجاه من تهلكتهم يا رب نصلي لأجل الأخت اللي في العناية المركزة من يستطيع أن ينمسها يا رب من يستطيع أن يعطيها حياة يا رب من يستطيع أن يعيدها صحيحة يا سيدنا رب إلى أنت نصلي بإسم المسيح بحرية وشفاء نصلي لأجل أخوها يا رب من فضلك من فضلك اصنع معاه معاجزة يا رب يا رب الكبد تعطيه كبدا جديدا يا رب يا رب أنت يا رب يا رب تصنع معه معروف في هذا الفرصة يا رب تصل إليه بلمس الشفاء وحرية بإسم الرب يسوع المسيح نسأل يا أبانا وليك الكرامة وكل الحمد أمين في إسم الرب يسوع أمين يا أسيس ربنا يباركك تلوبة تانية مارك طفل 12 سنة عنده حرارة مرتفعة الدكاترة مش عارفين السبب بتاعها إيه ومش عارفين يعملوا مع إيه فالولد يعني حالته حارجة شوي أمين صلي نصلي لأجل مارك تفضل يا رب يا صاحب شكرك جدا لأجل مارك أنت عجيب في معاملاتك يا رب أنت لا يحدك حدود ولا تقف أمامك مسافات أنت تصل إليه في المستشفى وتضع يدك عليه فتبرئه يا رب يا رب أنت لما ذهبت إلى حمات بطرس يا رب ولمست حمات بطرس تركتها الحمى وقامت وخدمتهم يا رب الآن بإسم الرب يسوع لمست شفاء لهذا الطفل لمست حياة لهذا الطفل يا رب يا رب النهاردة يعود صحيحا يا رب يبتهج بعملك فيه يا سيدنا الرب بإسم المسيح آمين 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 مبارك إسم الرب إحنا منتظرين الرب باختبارات حلوة الرب يقيم الرب يحيي الرب يشفي إلهنا قادر إلهنا فوق حد التصور بيه تلبت صلاة جات النهاردة واحدة أخت بتكلمني بتقول لي جزها كان عنده بيزنس مع أخوه والأخ أخد البيزنس وطرد أخوه برا والأخ يعني زعلان على فلوسه مش قادر ياخدها وبيهدده إنه لو اشتكاه حيبهدله وفجاله اكتقاب شديد وقعد في البيت وزوجته مش قادر يشتغل لأنها قالت لي أنا باخد بالي منه ما قدرش أسيبه وحده في البيت عايزين انصاف أمين أمين عايزين الله ينصف المظلومين الصارخين إلي نهارا وليلا يا رب أنت قلت إذا رأيت ظلم الفقير ونزل حق من الأرض فلا ترتاع إن فوق العالي عاليا والأعلى يلاحظ يا رب أنت ترى هذا الإنسان يا رب يا رب من فضلك أنت يا رب تعطيه أن يسترد كل ما له يا رب يا رب أنت إله عظيم جدا 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 وليه خطة عظيمة في حياة هذا الرجل يا رب يا رب أنت تعود له يا سيدنا الرب مكتوب يا رب أعود لكم عن السنين التي أكلها الجرادة باسم المسيح يسوع أنت تبارك هذا الرجل يا رب مكتوب كل آلة صورة ضدك لا تنجح لا تنجح لا ينجح هذا العمل يا رب باسم المسيح يسوع يا رب أنت تفتح أبواب السماء وتفتح يا رب على هذا الرجل يا رب بكلمات شكرة يشكرك فيها يا سيدنا الرب لأنه مكتوب شاكرين الله في كل حين لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتهم باسم المسيح يسوع يا رب ارفع راسه وايده بالقوة وعد له يا رب ما فقده باسم المسيح يا يسوع أمين يا رب أمين طيب المخرج بيقول لي فيه اتنين إخوات عندهم كنسر هما الاتنين فالاتنين بيعانوا وتعبنين وناس كتير بتبقى مش قادرة تطلع على الهوى لكن بتبعت لنا في الكنترول روم تلبط الصلاة أمين أمين فنصلي لأجل الأختين دول لرب ترفق عليهم يعني هم أخوات أمين يا رب أمين يا رب أذكر الأختين دول يا رب يا رب بنصلي يا رب أنك أنت الإله القديم ملجأ أنت الذي كنت يا رب تصنع خيرا ما من مرة يا رب وجدت إنسان يا رب يده يابسة إلا وعدت يده صحيحة كالأخرى ما من مرة وجدت أعمى إلا وعطيته بصيرة يا رب شكرك لأنك أنت تعلم كلمة فيشفى الغلام يا رب يا رب من فضلك من هو السرطان أمامك يا رب باسم المسيح أنا بتنبأ يا رب السرطان يموت وإخواته يحيو يا رب إخواته يحيو ويعيش باسم الرب يسوع قوة شفاء قوة تحرير باسم الرب يسوع بنصلي يا رب إنك تصنع معجزة معهم وليك الكرامة وكل الحم باسم يسوع أمين 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 فعلا الكتاب بيقول أرسل كلمته الشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم يعني الكلمة دي فيها شفاء شفاء للروح وشفاء للجسد بس هو الموضوع عايز إيمان زي ما كنا بنتكلم عن الإيمان خلي عندك إيمان وصدقي في إلهك الصالح وهو إله أمانة حيصنع معنا فوق ما نطلوب وفوق ما نفتكر في اسم الرب يسوع أسيس 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 تكلمنا عن كلمة الله وقوتها تكل واتكلمنا عن كلمة الله وقوتها من خلال المسيح ودلوقتي نفسها نسمع عن قوة الله وقوة كلمة الله من خلال الروح القدس نعم نعم فالروح القدس ليه دور رائع في حياتنا بيصنع فينا بيغير فينا بيشتغل فينا نعم يعني إيه رأي حضرتك الحقيقة الروح القدس هو روح الله يس والكتاب يقول من التصق بالرب فهو روح واحد واحد روح واحد وفي أعمال الرسل واحد يقول لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لشهود في رشاليم وفي السامرة وإلى أقصى الأرض هي التلميذ قعدوا 240 ساعة في عرش النعمة في العلية قدام الله بيصلوا ويطلبوا الله في يسوع المسيح بالوعد وعد الروح القدس لأن الرب وعد أن يرسل إليهم الروح القدس في يوم الخمسين حل الروح القدس على جميع الذين كانوا في العلية حتى القدسة العزراء مريم امتلأت بالروح لماذا تتغير الخوف راح وامتلأوا بالقوة حتى أنهم بيتكلموا بألسنة كل الناس اللي جايين في رشاليم سمعوا اللغة بتاعتهم والكتاب بيقول نخسوا في قلوبهم فتدأ بطرس يقف ويكلمهم بكلمة الحياة الكلمة بسيطة جدا له يشهد جميع الأنبياء بطرس قال لهم كده ده اللي أنتو صلبتبوا جون الكهنة بأيدي أسمة لكن الله أقامه وأرسل هذا الروح القدس لازل أنتم ترونه والكتاب بيقول طوبوا وارجعوا طوبوا وارجعوا فتأخذوا هذه العطية أنا عاوز أقرألك بس يعني أعمال الرسل اتنين أعمال الرسل اتنين بيقول طوبوا أعمال الرسل اتنين بطرس 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 وارجعوا بطرس القدس الرب الرب افتقد خمس تلاف خمس تلاف نفس والحقيقة كان ممسوح المقازر بتاعة بولس المقازر يعني ياخدوا المقازر ويحطوها على بولس ويحطوها على المرضى فتشفى الأمراض الحقيقة بشوف بولس كمان في جزيرة ماليطة لما الرب أنقذهم ودالوا البيتين والسبعين واحد من على السفينة ونزلوا إلى الجزيرة الجزيرة مالطة فبيقول أن هما بيدفوا كده جات حية بس عملها كده بأيدي ووقعت الحية دي يعني مميتة جدا تلدق أي حد يموت فهم لما شافوا الناس تعجبوا وسجدوا قال لهم أنا إنسان نظيري نظيركم والرب كان مديله قوة وسلطان ومسحة غير غير عادية صحي كده ما هو هو رب قال لهم يعني امكسوا في أوروشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي بس فيه آية فعلا يعني أنا وحباه جدا قال لهم ستنالون قوة نعم متى حل الروح القدس عليكم ستنالون قوة عارفين القوة اللي الله بيديها للإنسان الخاطي وبيسلم حياته وبيبقى مؤمن في المسيح بيسكن فيه الروح القدس وبعدين بيمتلئ من الروح القدس فقال كده رب يسوع ستنالون قوة نعم متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أوروشليم والسامرة واليهودية وإلى أقصى الأرض عايز تبقى شاهد أمين تعالى امتلئ من الروح القدس عايز تمتلئ من الروح القدس تعالى آمن بالمسيح تعالى فرغ كل خطية واسم جواك تعالى فرغ كل ضعف وعدم أمانة لأنه ما ينفعش يبقى فيه اسم واعتكاف ما ينفعش هو الرب يسوع لا أريد الاسم والاعتكاف لا أطيق بمعنى أصح لا أطيق الاسم والاعتكاف فيه ناس زي ما كان الأسيس بيقول أنا كنت في الكنيسة وأنا كنت شماس وأنا كنت بخدم ربنا بس بعد ما بيطلع من الكنيسة بيبقى واحد تاني هو في الكنيسة شخص بس برك الكنيسة شخص آخر اوعى تكون كده اوعى تكون كده لن ترى حياة أبدية لكن الله روح والذين يسجدون له فيسجدون له بالروح والحق الله لا يطيق الاثم والاعتكاف حاسب حاسب إن كنت بتعمل كده فلن ترى حياة أبدية أنا بصلي إن الرب يفتقدك ويفتقدك ويملأك من حضوره ويملأك من روحه من روح القدوس بس تعالى أقوله فرق كل ضعف فيك فرق كل عدم أمانة فيك وفرق كل شيء لا يليق بإنسان يدعى اسمك عليه علشان أستطيع أن يقولك إملأني بالروح القدوس وهو قال إن أنتو إذا امتلقتوا بالروح القدوس ستنالون قوة وحيقدر بعد كده يستخدمك لأن قال التلاميذ بعد كده تكونون لي شهودا في قرشليم تبقى شاهد عنه في بيتك قرشليم بتاعتك وبعدين في البلد اللي جنبك بعدين في شغلك وبعدين أبعد شوية في كنستك وإلى أقصى الأرض هيستخدمك ملء الروح القدوس ده على فكرة عطية رائعة جدا المؤمن اللي محروم منها أسيس بيبقى حياته مش قادر ربي يستخدمه الروح القدوس في المؤمن بيجعل المؤمن غير طبيعي يعني إنسان غير طبيعي بمعنى أن في قوة غير طبيعية في قوة يعني جواه مصنع بينتج معجزاته يعني الرب بنقله نقلات روحية ويبنى حياته ويخليه مؤمن حساس ومقدس عايش بأمانة وإخلاص للرب فالروح القدس بيزوق حياتنا ويجمل حياتنا ويحل حياتنا عشان يوصل بنا لشبه يسوع المسيح فالروح القدس جوانا شريك الطبيعي الإلهي يعني بدينا أننا نكون شركاء كمان في الطبيعة الإلهية يعني روح القدس جوانا بيدفعنا يعني ويوصلنا إلى أعماق الله يعني الكتاب يقول يأخذ من الله صح أسرار ملكوت السماوات ويعطينا ويخبرنا ويخبرنا مبارك اسم والكتاب يقول كمان الروح القدس متى جاء زكا يمجدني يمجدني بيمجده فين فينا إحنا يمجد الله القاب فينا إحنا عشان كده الكتاب يقول أنا دعوتك وخلقتك وجبلتك وصناعتك لمجدي لمجدي إحنا بنروح القدس فينا بيمجد الله القاب بيعلن عشان كده بيقول الكتاب إن مجد الله القاب إزاي لما الناس تشوف أعمالنا الصالح الناس تشوف القداسة فينا يرؤ أعمالنا الناس تشوف رائحة المسيح الزكية فينا فيمجدوا أباكم الذي في السماوات ولما كمان يشوف إيماننا يشوف إيماننا الإيمان يمجد الله من خلال الإيمان ممزوج بالروح القدس يمجد عشان كده رب قال لمرسة إن أمنتي تارينا إيه تارينا مجد الله مجد الله روح القدس كمان ينقى حياتنا يدينا نقاوة القلب يعني في آية في في سفر المزامير صح 26 بتقول إذا غسلت خطواتي باللبن سكب لي الصخر جداول من الزيت يعني يعني النقاوة مفروض تكون يومية بالظبط بعمل كشف حساب قدام الله بطريقة يعني كل يوم كل يوم قدام ربنا ولما أغسل خطواتي ولما أطنقى كتاب يقول طوبة لأنقياء القلب لأنهم إيه يعينون يعينون يعينين الله سكب لي الصخر جداول من إيه المسحة تزيد وحضور الله في حياتها يزيد والكلمة القوية الفعالة المسمرة حتدى حياة للكسرين وحياتها تكون لمعة ومضيئة ويكون شاهد أبين للرب يسوع عليه كل المجد لكن روح القدس كمان بيقدي ويرشدي إلى كل الحق وبيعلمني الكتاب يقول لي لا حاجة لأن يعلمكم أحد لكن روح القدس يعلمكم كل حي كل شي كل شي فروح القدس هو يعني هو يبكت يبكت وهو ياخد من عند الله ويخبرني أيوة وهو يمجد الله القاب يمجد الله فينا يمجد الله فينا وهو كمان الباراكليت المعزي أيوة اللي دايما ماشي معنا خطوة بخطوة رب لي كل المجدة قال أترككم يتامى رب لما التلاميس يعني كان صعبان عليهم من رب يسيبهم يعني قال لهم لا لا أنا مش هسيبكم يا تامى أنا هبت أبعث لكم حد تاني هيمشي يكمل للرحلة معا فقال لهم سأرسل لكم الروح المعزي اللي جات اللي جات في اليونانية بالباراكليت باراكليت الروح المعزي السائر معنا اللي ماشي معنا خطوة خطوة بخطوة يعين ضعفتنا مش كده الكتاب يقول أننا نسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي لكن الروح يعين ضعفتنا يعين ضعفتنا لأننا لا نعلم ما نصلي به لكن عين ضعفتنا يشفع فينا بأنات لا ينطق لا ينطق بها يعني الأنات اللي بتطلع من جوانا دي يمكن احنا ما نعرفهاش أو ما نعرفش اللغة بتاعتها لكن الرب عارف اللغة دي مبارك اسم الرب ف الأخت عيدة عندها مشكلة في الغضروف واضح في ظهرها وديء في النفس عايزين نصلي لأجله أمين يا رب يا رب يصحر شكرا جدا 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 لأجل أخت عيدة الغالي على قلبك يا رب حط إيدك عليها بلمسة شفية يا رب يا رب أنت رحت المجمع لأجل أخت يا سيدنا الرب مخصوص أنت لما شفتها منحنية وشفت يا رب كده ألمها النفسية رحت المجمع بصفة خاصة لأجلها يا رب أوصل لأختي وضع يدك على ظهرها بإسم المسيح فتستقيم بإسم الرب يسوع أمين أؤمن في قدرتك وسلطانك وليك الكرامة وكل الحق أمين بإسم يسوع يا أخت عيدة رب يداخل في أمرك رب يتلامس مع ظهرك رب يحسن إليكي ويشفيكي إلى التمام في إسم الرب يسوع المسيح في حاجة كنت عاوزة أقولها كمان يعني الكلمة بتدينا نصرة يعني تعطينا نصرة على كل المواقف اللي بنقابلها مرضية التجارب الظروف الصعبة الأمراض طبعا فالكلمة رب استخدمها لانتصار غير عادي على إبليس أيوة في التجربة في لقى أربعة الكتاب يقول أصعد يسوع وكان صايم أربعين يوم ما أكلش ولا شرب لكن جاء كتاب طبعا لما لاحظ يصم تلتة أيام وراء بعض بيبقى عاوز بيبقى عاوز يأكل بقية طريقة يعني أنا بيصم يوم واحد بيبقى جعان جدا يعني فأربعين يوم وأربعين ليلة جاء أخيرا جاء أخيرا مش كده فالكبليس انتهز الفرصة وجاب له حجر وقال له لو أنت كنت ابن الله وحاول يشككه يعني هو شكك حوة ونجح شككها في ربنا ونجح وحاول كسرة الخطيئة كسرة الوصية لكن الرب لما قال له إن كنت ابن حاول شكك يا سوعة تخيالي وقال له حاول الحاجر ده الخبز صحة فالرب جاوبه من الكلبة وقال له مكتوب ليس بالخبز وحده يحيي الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله الخبز ده بيشير لشهوة الجسد يعني الأكل بيشير لشهوة الجسد والعالم فيه ثلاث شهوات شهوة الجسد شهوة العيون شهوة العيون وتعظم المعيشة فالرب انتصر على شهوة الجسد فأخده على مكان عالي وراله كل ممالك العالم في لحظة وراله كانت مملكة روما واليونان في الوقت ده كانت أعظم الممالك وراله كل ممالك العالم وقال له أنا هديك الممالك دي. ودي شهوة العيون. قال له بس تسجد. مكتوب. قال له مكتوب. للرب إلهك. للرب إلهك تسجد وإله وحده. وإياه وحده تعبد. وانتصر الرب على شهوة العيون. لكن خده على مكان عالي في الهيكل. وكان مرتفع. وقال له لو أنت رميت نفسك. هتلاقي ميت ملاك. أي شروك شيل. فيش حجر حيصدم رجلك. ولهو لو رمى نفسك. كان يبقى بطل يعني. كان يبقى يعني. الناس كلها تتكلم عنه يعني. تعظم المعيشة. فقال له مكتوب. مكتوب. لا تجرب الرب إلهك. والثلاث آيات دول جم في سفر التسنين. سفر التسنين. من كلمة الله الحية. رب انتصر على شهوة الجسد. وشهوة العيون. وتعظم المعيشة. ورب بيقول كده. بيقول لكم في العالم ضيق. لكن سيقه. أنا قد غلبت العالم. وكأن الرب يقول لك النصرة اللي أنا انتصرت بيها ليك أنت. أنت عندك إمكانية أنك تنتصر على العالم. الرب لما ادانا الوصية ادانا الإمكانية أننا نعيش الوصية. وادانا الوصية ادانا الإمكانية عشان ننتصر على كل قوة العدو. الرب ليه كل المجد حديك المعونة أنك تعيش وترفع. وتعيش منتصر. وتعيش غالب في المسيح يسوع. الكلمة هتديك النصرة. الكلمة هتديك أنك ترتفع. الكلمة هتديك أنك تكون بطل. وتدوس بعز. وتحتكر الخطية. وتحتكر النجاسة. وتحتكر محبة العالم. وتعيش للرب بأمانة. الكلمة تحيطك كما تحيط الجبال. يعني أرشاليم الرب يحيط بك بالكلمة. باسم الرب يسوع. أمين. وقتنا خلص بسرعة أسيس. وإحنا سعداء جدا حضرتك كنت معنا. الرب يباركك ويبارك خدمتك التجوالية. ويبارك عمل الله في مصر. ويبارك المؤتمرات المباركة اللي الرب يستخدمكم فيها. أحباء المشاهدين سعداء جدا بالوقت اللي قضينا معكم. افتكر أن كلمة الله القوية العظيمة من خلال الله الآب والله الإبن والله الروح القدس حتقودك في موكب نصرته في المسيح كل حين. إلى اللقاء في حلقات أخرى. والرب معكم. وتصبح على خير. الكرم 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 يسوع جد وقال هذا الكرم الحقيقية كنتو كمال الأبصال ولازم تثبته فيها الكرم 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 شهادة ونور بتنور طول اليوم بتزيع بشرة وسرور وبتطرد كل همور الكرم الكرم ومدام احنا الأقصار صابتين في الكرم يسوع مش هادة لكل الناس بتنور للجموع الكرم الكرم يلا بعضي بقوية نتشارك المسئولية نخلي رسال في الكرم وصل كل البشرية وصل كل البشرية وصل كل البشرية وصل كل البشرية ترجمة نانسي قنقر